موسيقى زي ما حضرتكم تابعته طبعا معنا في السادسة دي تفاصيل القرع الخاصة بمشاركة الاهلي في بطولة كاس العالم الاندية للمرة السابعة في تاريخه والمرة التانية على التوالي عشان أكون صريح مع حضرتكم الاهلي هو بالتأكيد من بين الكبار وإحنا يمكن تاني أكتر نادي على مستوى العالم كله شاركنا في بطولة كاس العالم الاندية والجيل ده تحديدا لسه عنده طبعا يعني ذكرى عظيمة جدا واعتقدنا واحدة من أهم إنجازات العيبة بتاعت النادي الأهلي إنها حققت برونزية في كاس العالم الأخيرة لكن من وجهة نظري المتواضع جدا طبعا أنا بشوف أنه ما فيش نادي بيشارك في النسخة اللي جاية من كاس عام الاندية في نفس قوة بايميونيك والأهلي عنده محطتين محطة أولى في مواجهة مونتري المكسيكي ومحطة تانية في حالة تجاوز المحطة الأولى هتكون في مواجهة دور قبل النهائي في مواجهة بالميراس البرازيلي وده مش غريب علينا لعبنا وتجاوزنا وبالتالي إن شاء الله نكون عندنا القدرة على أن نحن نوصل للمباراة النهائية اللي أعتقد أنها غالبا غالبا هتكون في مواجهة تشالسي الإنجليزي اللي برضو في تأديري مش بنفس قوة الحقيقة بايميونيك صحيح هو واحد من أفضل أندية العالم لكن الأهل يتعاود دائما يلعب مع الكبار وديا ورسميا ويكلم عن تاريخ طويل جدا من المواجهات بايميونيك ريال مدريد أتلاتكو مدريد برشتونا وغيرها من المطشاط وآخرها طبعا المواجهة اللي كانت في كاس عام الأخير على مركز الثالث والرابع في مواجهة بالميراس بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية والأهل كان عنده القدرة على تجاوز العقبة الوحيدة من وجهة نظري برضو هي فكرة الشهرين اللي جايين احنا شهرين بالتمام والكمال بيفصلونا عن مشاركة الأهل في كاس عام الأندية والشهرين دول كلهم الحياة النشاط فيهم متوقف وديها تبقى الإشكالية الكبيرة جدا قدام ميسر المسلماني وجهازه الفني ازاي يحضر الأهل عشان يكون جاهز في أعلى فورمة في أصعب وأهم بطولة بالنسبة لجمهير نادي الأهلي بطولة دولة أبطال أفريقيا احنا متعودين عليها وهي دايما قريبة من نادي الأهلي طبعا البطولات المحلية حد سوالة حرج الأهلي طبعا هو عملاق البطولات المحلية ومسيطر تقريبا على تاريخ الكرة في مصر كلها لكن اللي يهم الأهلوية ويهم جمهور النادي الأهلي السنة دي هي البطولة اللي قدام حضراتكم دي تلات محطات تفصلنا عن التتويج وليه لأ من حقنا جدا 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 بلعابتنا وبسكوادنا وبجهازنا الفني وبإمكانياتنا ان احنا نحلم جدا بالتتويج في البطولة دي نتكلم على مونتري المكسيكي اللي بالتأكيد أقل في المستوى لو بنقيم موضوعيا يعني أقل في المستوى من بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وتشيلسي بطل أوروبا الاتنين اللي تأهلوا للدور قبل النهائي بشكل مباشر هنلاعب مونتري في أول محطاتنا لو نجحنا في تجاوزه هيبع عندنا الماتش الثاني في مواجهة بالميراس طبعا بطل أمريكا الجنوبية ولو نجحنا في تخطي دور قبل النهائي حقنا إنجاز بصرف النظر عن نتيجة المواجهة في المباراة النهائية تبقى زي ما قلت لحضراتكم الشهرين اللي جايين مهمين جدا ويفرقوا كتير جدا مع الأهلي في مشاركته في كاس العام الأندية طبعا شهر 12 كله رايح تقريبا في مشاركة مصر في كاس العرب وشهر يناير كله هيروح في مشاركة المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا فبالتالي ما فيش مجال لمرحلة إعداد قوية جدا رسمية في مباراة رسمية يعني يخضها النهائي الأهلي عشان يكون واصل لأعلى كيرف وأعلى فورمة قبل بطولة كاس العام الأندية وهو ده السؤال الرئيسي اللي أعتقد بيفكر فيه إجابته مستر موسيماني هروح مع حضراتكم لهولندا